أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم أوقات يضاعف لهم فيها الأجر والثواب وجعل لهم مواسم يستكثرون فيها من الطاعات ويتزودون فيها بخير زاد عملا بقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي للباب وامتثالا لقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا فها هي أيام الخير تتوالى وشهور النفحات والرحمات يتبع بعضها بعضا ونحن أيها الأكارم في هذه الأيام المباركة نعيش بين يدي شهر شعبان الذي يتشعب فيه الخير وتكثر فيه النفحات الإلهية والعطايا الربانية شهر جعله الله عز وجل مقدمة للخير وبداية لموسم الطاعات والقربات إلى رب العالمين فكلما هل علينا شهر شعبان من كل عام يوقظنا من غفلتنا ويحثنا على المزيد من الأعمال الصالحة إرضاء لرب العالمين وطلبا للثواب والغفران فهو شهر يستجيب الله فيه الدعاء وتفتح فيه أبواب السماء وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وهو شهر عظيم كرمه الله عز وجل وكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تكريم الله عز وجل لشهر شعبان أن فرض فيه الصيام على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد فرض الصيام في شعبان من السنة الثانية للهجرة النبوية ومن تكريم الله عز وجل لشهر شعبان كذلك أن خصه سبحانه وتعالى برفع أعمال العباد إليه كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ومن تكريم الله عز وجل لشهر شعبان كذلك أنه سبحانه وتعالى يتفضل فيه بالعطاء على أهل الصفاء والنقاء الذين سلمت صدورهم من الغل والحقد فيغفر لهم ذنوبهم في ليلة النصف منه فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح وأما عن تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان فإن لهذا الشهر الكريم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عنده صلى الله عليه وسلم فقد كان يخصه بمزيد من العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل وكان يكثر فيه من الصيام مما لفت أنظار أصحابه رضي الله عنهم فسألوه عن سر اهتمامه بهذا الشهر الكريم فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان فهذه الأحاديث وغيرها تجعلنا أمام إشارة أمام إشارة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبهنا إلى التعرف على أسرار هذا الشهر الكريم وأسباب تكريمه واختصاصه بمزيد من العبادة والطاعة أيها الإخوة الأفاضل فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بفعله في شهر شعبان إنما كان ليلفت أنظار المسلمين إلى العناية بهذا الشهر الكريم والإقبال على الله عز وجل بالطاعات والمزيد من القربات ليكونوا على صلة دائمة بربهم وخالقهم عز وجل فكثرة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ترجع إلى أمرين اثنين الأمر الأول أن هذا الشهر يغفل الناس فيه عن عبادة الله عز وجل لأنه يقع بين شهرين عظيمين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي يجهد فيها الناس بالعبادة ويكثرون فيها من الطاعة وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويخصه الناس بمزيد من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل الأمر الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فينبغي على كل مسلم المصارعة إلى الأعمال الصالحة وخاصة في مواسم الخيرات وهي كثيرة ومتنوعة وأبوابها واسعة فمنها التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام ومنها كثرة الصيام وصلة الرحم والعطف على اليتام والمساكين وإعانة المحتاجين وغيرها من أعمال الخير والصلاح التي لا يقوم بها إلا أهل الخشية من الله عز وجل فاللهم وفقنا لاغتنام مواسم الخيرات بالطاعات والتقرب إليك يا رب إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين